شكل ميثاق العمل الوطني حالة بحرينية نادرة مكنت البلاد من تجاوز مراحل ومنعطفات هامة كما حقق الميثاق الكثير من المكاسب والمنجزات لسيما في مجالات المواطنة والحريات وحقوق المرأة والتعليم والعمل بدأت مملكة البحرين بجني ثمار ميثاق العمل الوطني الذي شكل قاعدة أساسية لكل ما جاء بعده من تغييرات سياسية شهدتها مملكة البحرين تمثل ذلك بالتصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية وتعديل وتحديث كثير من التشريعات والقوانين وتطبيقها على أرض الواقع بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات ترعى وتراقب تطبيق هذه التغيرات وهو ما ساهم بإقرار وتطبيق الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية والثقافية أسس مثاق العمل الوطني الأرضية الصلبة على جميع الأصعدة وشكل دعمات هامة لحقوق الفرد والجماعة وضمين التوازن بين الحقوق انطلاقا من الحقوق الفردية التي أساسها الحرية الشخصية المتمثلة في حرية العقيدة وحرية التعبير والنشر وحقوق المرأة والطفل والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والعدالة انتهاءا بحقوق المجتمع الذي بدأت ملامح التغيير فيه من خلال نشاطات مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال الاقتراع المباشر ونشاط النقابات والجمعيات كل هذا توج بنظام متوازن فصل بين السلطات وضمين تعاونها ونزه القضاء وجعل العدل أساسا للملك تمثل بالقضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء العسكري والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وأنشأ مؤسسات رقابية تعنا بالمساءلة وإقرار الحقوق عبر ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون كشف الذمة المالية الحديث عن الميثاق حديث عن يومياتنا هو حياتنا التي نعيشها نحفظه ونحافظ على ما تحقق به من أمن واستقرار ومكتسبات ترجمة نانسي قنقر